اغتيال قيادي كبير في الحشد في بابل اغتيال مسلحون مجهولون صباح اليوم اللواء التاسع عشر في الحشد الشعبي حسن كامل محمد أبو صادق الخشخشي هنعرف مع بعض تفاصيل الخبر بس ياريت ما تنسوش تدعموني باللايك والشير فعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد هنبدأ بالصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيب يا رسول الله اغتيال اليوم مسلحون مجهولون صباح اليوم الاسنان اللواء التاسع في الحشد الشعبي حسن كامل محمد أبو صادق الخشخشي وذلك أثناء توجهه من منزله في محافظة بابل إلى مقر عملي في محافظة صلاح الدين حيث مقر اللواء وأقام المسلحون بإطلاق النار اتجاه السيارة مما أفقد السائق السيطرة عليها وانقلابها مما أدى إلى استشهاد الخشخشي وأحد أفراد الحماية ربنا يرحمه ويغفرله ويجعل مسواه الجنة ياريت كلنا يا جماعة ندعيله بالرحمة والمغفرة ولو وصلتوا معي لحد هنا ياريت ما تنسوش تدعموني باللايك والشير فعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد أترككم في رعاية الله وأمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته